اهلا احبائنا مشاهدينا ما زلت اتحدث عن يسوع والروح القدس واتكلم من جبل صهيون مقابل جبل الزيتون حل الروح القدس على التلميذ في العلية في اعلى جبل صهيون ومن هذا المكان ذهبوا الى الهيكل وابتدأوا يكرزون ببشارة الانجيل ولكن الجدير بالذكر على جبل الزيتون كانت الوصية الاخيرة ليسوع المسيح للتلميذ قال ولكنكم ستنالون قوة متحل الروح القدس عليكم وتكونون لشهود في اورشليم وفي كل اليهودية والسامرة والى اقصى الارض حل الروح القدس على التلميذ وهنا في منطقة الهيكل ابتدأت الاعداد تتزايد وتتكاثر من 3000 الى 5000 ثم وصلت البشارة الى السامرة واستدعوا بطرس ويحنى حتى يمنحوا عطية الروح القدس للسامريين امتلأوا من الروح القدس ثم الامم بيت كورنيليوس في قيصرية مراتيمة عند البحر الابيض المتوسط امتلأوا من الروح القدس وفعلا تمت نبوة يسوع في اورشليم السامرة الامم الى اقصى الارض وعندما امتلأ التلميذ من الروح القدس ساعدهم على تنفيذ وتتميم المأمورية العظمى وعدهم الرب بسلطانه وعدهم بحضوره وعدهم بالروح القدس يمكث معهم ويستخدمهم من خلال المواهب الروحية والروح القدس كان مع التلميذ في اعمال اربعة مكتوب وامتلأ الجميع من الروح القدس وابتدأوا يتكلمون بكلام الله بمجاهرة بطرس امتلأ من الروح القدس كان يتكلم بولوس الرسول امتلأ من الروح القدس حتى استفانوس امتلأ من الروح القدس قبل الاستشهاد حتى يواجه الاستشهاد تكونون شهود يعني شاهد وشهيد في نفس الواقع الروح القدس هو روح القوة روح المحبة روح الحكمة روح الفهم روح المشورة هو روح القيادة الروح القدس يقود المؤمن عندها يقود المؤمن يتكلم بالروح يصلي بالروح يرنم بالروح يسلك بالروح يتمتع بحضور الروح بالحس الروحي بالتمييز الروحي السلوك الروحي بركات عظيمة جدا من خلال عمل الروح القدس ولكن نرى قوة الروح القدس من خلال الشهادة فإذا شهد التلميذ في كل الأرض وأخذوا مواقع جديدة أو كما اختتم سفر رؤية مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف أي بدم الرب يسوع حمل الله الكامل غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت الروح القدس هو الذي يعين ويعزي ويلازم التلميذ كان بيسير جنبا إلى جنب مع التلميذ الروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة لأننا اعتمدنا لجسد واحد وصوقينا بالروح الواحد حتى نصل جميعا إلى وحدانية الروح وحدانية الروح فالروح القدس هو الذي يوحد الكنيسة قوة الوحدة مثل ما ذكرت كمان الروح القدس يبكت العالم على خطية والروح القدس أحبائي هو اللي بيجذب هو اللي بيقود النفوس إلى يسوع المسيح الروح القدس هو الذي يملأ التلميذ ويملأ كل من يطلب الروح يقول كتاب امتلئوا بالروح هو الذي يعطي النعمة للسامعين ويعطي نعمة من خلال الكرازة مكتوب كلامي وكرازتي لم يكونا بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة قوة الروح القدس يعطي النعمة لتحمل التجارب يعطي النعمة لكي نواجه العالم نعطي النعمة لسلوك في نعمة المسيح ومحبة المسيح وفي حضور يسوع المسيح في الحياة والكيان الروح القدس هو الذي يفحص القلب والكيان وهو يرشد إلى كل الحق لأنه روح الحق روح الحق المعزي الروح القدس هو الذي يعظم ويمجد يسوع المسيح الروح القدس أحبائي عملوا جميل جدا ولكن أحبائي إذا الكنيسة بدون الروح كجسد بلا روح كظهرة جميلة ولكن بدون العطر أو الأريج وأنا بصلي أنه لا نفتقر أو نفتقد إلى قوة الروح القدس في حياتنا وخلينا أقول في ختام هذه الفقرة إذا أردنا أن نرى نهضة ونرى اختراق قوية في هذا العالم علينا أن نعتمد ونثق بالروح القدس هو الذي يبكت العالم وهو الذي فعلا يجذب العالم إلى يسوع المسيح من خلال خدمة المؤمنين اللي بيحبوا الرب يسوع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة